بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلينا معهم وعلى أمة الحبيب جميعا بالسلم والسلام والخير والإفضال والأمن والأمان ببركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع هذه الحلقات المباركة في أنفاس الحبيب المصطفى كما وردت في صحيح الإمام البخاري في حديث بدء الوحي وهو الحديث الأول في هذا الكتاب المبارك كتاب بهجة النفوس وتحديها ومعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة سيدنا أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة رضي الله عنه وأرضاه ووقفنا في الحلقة السابقة عند قوله لأن حديث بدء الوحي ده حديث طويل فحنو كنا وقفنا عند قول سيدتنا خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطمئنه بعدما أتى إليها مفزوعا من أول لقاء مع الوحي وقال زملوني زملوني وقال خشيت على نفسي فطمئنته وقالت له والله ما يخزيك الله أبدا طب وإيه ليه بتحلف على حاجة زي دي لأن على مر العصور الإنسان المتصب بالصفات الكمالات اللي فيها بيحسن للخلق ربنا سبحانه وتعالى ما يسيقوش أبدا لأن صناعي المعروف تقي إيه؟ مصارع السوق والنبي كان صناعي معروف كتير فهي عرف هذا من حكمة الزمان المتراكمة فأقسمت على هذه الحكمة فقالت والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة ستنا خديجة ما عنداش خبرة سابقة بمثل هذه الأحوال ابن عمها ورقة بن نوفل كان رجل يعتبر إيه رجل؟ إيه يعني بلغة العصر من علماء عصر كان تنصر في الجاهلية وبيقرأ بالعبرانية وبالسوريانية وله اطلاع على الكتب السابقة وله خبرات واسعة وسنه كبير فعنده خبرات السن وتراكم الخبرة والاطلاع على الكتب وهو ابن عم ستنا خديجة فإيه عايزة تطمئن على زوجها؟ إيه اللي جراله ده؟ فرحت لي إيه لسيدنا ورقة لتطمئن على زوجها ولم يذهب النبي ليطمئن على وحيه خد بالك النبي يطمئن من أول لحظة أنه يعلم أنه وحي لم يتشكك لحظة أنه وحي من الله خد بالك ساكن ستنا خديجة هي التي تريد أن تطمئن على زوجها ومن حصن عشرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه طاوعها وذهب معها إلى ورقة حتى يطمئنها على نفسي يبقى أنت ما تلاقي زوجتك الآن عليك وإنت مطمئن على نفسك ما تنهرهاش لا طاوعها وروح يعمل تحاليل ويعرض نفسك عند الدكتور حتى تطمئن عليك ساعات الزوجة تبقى الآن على زوجها شايفه مثلا شكله شاحب اتصرق تصرفات مش من عدته فتقوله تعالى تبناخد رأي دكتور في بعض الرجالة يعملها اخناقة ويقوله أنا مش عارب جرالي إيه لا اتعلم الحبيب حسن العشرة فإيه انطلقت بيه خديجة حتى أتت بيه ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي لأن سنه كبر قوي يمكن بعض العلمة يعني إيه قال لك جواز المئة لكن ما فيش دليل الله أعلم بقى جواز المئة ولا قرب الثمانين المهم عمي ليه لأنه كان بيجي لهم مية بيضة مية بيضة بسبب كبر السن فيبتدي يفقد إيه قدرته على البصر فيعتبروه زي إيه عمي بقى وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ويبقى الإنسان لما يروح علشان يستشير حد صاحب الواقعة هو اللي يتكلم صاحب الواقعة إيه هو اللي يتكلم يعني أنا دكتور ساعة يجيلي في العيادة راجل جايب مراته هو اللي يتكلمني وأنا بكشف على مراته طب مش يقال تتكلمني هي اللي شعره يقول لها لأ أصلي مش هتعرف تعبر يا عمي خليها يتتكلم أو واحدة ستة جايبة زوجها هي اللي تتكلم الأول طب ليه أنا عايزك تتعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إزاي المواقف تحولها إلى السلوك في حياتك فيبقى صاحب الواقعة هو اللي يتكلم فهمت بقى إزاي؟ عشان كده ستنا خديجة قدمت سيدنا رسوله وثبيته هو اللي يتكلم هو حكالها لكن مردتش تحكي هي فهمت بقى إزاي؟ لا هي ثبيته هو اللي يتكلم فدي نقطة مهمة لأن أنا بلاحظ إن كثير من الناس ما بيعملش هذا الأدب فناخد بالناس فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له أرقى يا ابن أخي ماذا ترى؟ وكلمة ابن أخي دي ومش ابن أخوة لا حاجة لكن ابن أخي لأن دا قرشي ودا قرشي فيعتبروا أخوة من حيث الأجداد فيهمت بقى إزاي؟ فقال له ابن أخي وساعات يقول ابن أخي كمان توددا من باب التودد حتى لو ما فيش نسب فيهمت بقى إزاي؟ لأن إحنا كلنا إخوة كلكم لآدم وآدم من تراب فكلنا إخوة فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا النموس الذي نزل الله نزل الله على موسى النموس يعني إيه؟ يعني الوحي يبقى النموس اللي هو إيه؟ الإخبار بالغيب يسموه إيه؟ الوحي يسموه النموس هذا النموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يعني إيه؟ قوي شب جزع يعني إيه؟ شب قوي ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك يخرجوني ده قومي بيحبوني حاجة غريبة النبي كان إيه؟ اعتبر في قريش عنهم وعفيتهم يحبوه حب شديد كلهم مجمعين عليه الصدق الأمين كلهم ينزلوا على رأيه كلهم يتمنوا يعودوا معاه كلهم يحبوا يتأسوا به من كماله فالنبي بعد حب قريش والقرابة اللي بينه وبينه يخرجوني من مكة حاجة غريبة ففوجئ النبي لأن النبي تصور بتفكيره البشر المعتاد لأنه هو لو جاءه الوحي وهذا شرف ما بعده شرف يبقى أول من ينصره مين؟ قومه لأن شرفه شرف لقومه وهم أصلا بيحبوه فتعجب إزاي هم بيحبوني ولما ربنا يشرفني يقوموا إيه؟ يعدوني شيء عجيب فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا على غير ما كان متوقع فهمت؟ فقال له ورق هذا النموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك الله دليل أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل خبر بتوضيح عجيب أنه حيظهر في هذه البقعة وأنه هو حيجد صدود أول صدود يجده من أقاربه ومن أسرته ومن قبيلته كل ده مذكور في التوراة والإنجيل لأن ورقة ده مش نبي يعني ده هو اطلع على هذه الأخبار عشان كده إيه يعلمونا صفته في التوراة والإنجيل فيهم تبقى إزاي؟ وعارف كمان أنهم حيخرجوه حيهجروه وأنه حيروح مكان بعيد والمكان ده في نخل كل ده مذكور على فكرة في التوراة والإنجيل بوضوح كامل فعشان كده قال له إيه؟ فقال رسول الله أَوَى مُخْرِجِيَّهُمْ يعني معقول شفت التعجو يسموه استهجاء استفهام إيه؟ تعجوبي كأن ده أبعد ما يكون عن زهن النبي ساعتها في الفترة أَوَى مُخْرِجِيَّهُمْ قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا ثم لم ينشب ورقته أن توفي وفتر الوحي وعلشان كده بعض العلماء عدوا ورقة أول من أسلم وعدهم الصحابة تصور بقى وإن كان مش مشهور تمال إحنا نقول أول من أسلم من الرجال سيدنا أبي بكر ومن الصبيان سيدنا علي ومن النساء ستنا خديجة وهكذا بقى المعروفة اللي إحنا بندرسها دي لكن بينسوا سيدنا ورقة ليه؟ لأنه مات بسرعة ملحقش تهمت زي كده؟ أنه آمن بالنبي أنه يوحى إليه وأنه هو وقال له كمان حتى المستقبل البعيد اللي قبله اللي حيعمله بعد 13 سنة من ظهور بعثته هيقعد 13 سنة ثم يهاجر المهم إيه؟ ثم لم ينشب ورقته أن توفي وفتر الوحي فتر الوحي يعني إيه؟ يعني تأخر الوحي على الحبيب حتى يستعيذ قوته يستعيذ قوته اللي إيه؟ اللي تعب فيها من اللقاء الأول وكمان حتى يشتاق أن الوحي ييجي تاني وفترة فطور الوحي اختلفوا فيها ناس ألوا 3 أيام وناس ألوا 40 يوم ده قول سنة أبلاب نعم بسنة أربعين يوم والسهيلي في الرود الأنف الرود الأنف للسهيلي ده شرح سيرة ابن إسحاق وشيرة ابن هشام فعملوا إيه كتاب سمى الرود الأنف السهيلي ده مدفون في مراكش من علماء المسلمين السهيلي أيل إيه في الرود الأنف اللي هي في السيرة قال ثلاث سنين فترة الوحي لكن الراجح إن هي أربعين أيام مش ثلاث سنين كما ذهب سيدنا عبد الله بن عمباس واضح؟ وفتر الوحي قال ابن شهاب أخبرني أبو سلم بن عبد الرحمن النجابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما بين أنا أمشي بين من غير الميم بين ممكن تقول بينما بين وبينما الاثنين معنى واحد بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت دثروني دثروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع وكده يبقى إيه خلص نص الحديث النبوي عن بدء الوحي المروي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم بدأ بعد ذلك الإمام ابن أبي جمره يعلق على ما ورد في هذا الحديث لأن الحديث ده حديث التعليق فيه طويل لأنه حديث مهم ولابد أننا ندرسه دراسة كافية فقال هذا الحديث يحتوي على فوائد كثيرة من أحكام وأداب ومعرفة بقواعد جملة من قواعد الإيمان ومعرفة بالسلوك والترقي في المقامات ولأجل ما فيه هذه ما فيه من هذه المعاني حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عائش يبقى هو قال إن ستين عائشة رواته عن النبي فيهمت بقى إزاي يبقى النبي حكل ستين عائشة فترة بدء الوحي لما تزوجها واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم ونكمل كلام الإمام ابن جمره على هذا الحديث في الفقرة التالية من هذا البرنامج المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود مرة أخرى في الفقرة الثانية في هذا البرنامج في تعليقات سيدنا أبي جمره على الحديث الطويل حديث بدء الوحي المروي عن سيدتنا عائشة ويبدو أن سيدتنا عائشة أخذته من فم النبي صلى الله عليه وسلم حكى لها كيف بدأ له الوحي صلى الله عليه وسلم ولذا كان يقول لأجل ما في هذا المعاني من معرفة الإيمان وقواعده والسلوك والترقي وحقيقة الوحي وبدئه حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لتبدي ذلك للناس لكي يتأسوا بتلك الآداب ويحصل لهم معرفة بكيفية الترقي من مقام إلى مقام مع ما فيه من فائدة المعرفة بابتداء أمره عليه السلام كيف كان لأن النفوس أبدا تتشوف إلى معرفة مبادئ الأمور كلها وتنشرح الصدور للاطلاع عليها فكيف بها لابتداء هذا الأمر الجليل الذي فيه من الفوائد ما قد ذكرناه ويعرف منه مقتضى الحكمة في تربيته وتأديبه ولأجل ما فيه من هذه الفوائد حدثت به عائشة رضي الله عنها وأخذ عنها ونحن إن شاء الله نشير إلى شيء منها وننبه عليها بحسب ما يوفق الله إليه فنقول الكلام عليه من وجوه عارف تكلم على كم وجه بقى في الحديث ده واحد وسبعين وجه ده غير التعليقات اللي أنا حقولها كمان وده بالك أنا ما بكتفيش بكلام المصنف وقال لي يعني إيه فايدتي يعني فما أنا كنت أقول لك خد الكتاب إقراء لا مهم الشيخ وتعليقاته دي مهمة جدا لأنه بتبين ما وراء السطور الوجه الأول قولها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فيه دليل على أن الرؤية من النبوة يبقى رؤية الأنبياء جزء من الوحي كويس لكن غير الأنبياء الرؤية بتاعتهم بشارة بشرة كويس أو تكون حلم من النفس أو كبوس من الشطان الحاجات اللي تشوفها في المنام وانت مش نبي حاجة من الاتنين يا حاجة جميلة تبقى رؤية بشارة يا حاجة من لخبطة تبقى من النفس يا حاجة تخوفك وتنكد عليك تبقى مش شطان تقيمت بقى إزاي إحنا ما بناخدش علم من الرؤة لأن إحنا مش أنبياء الرؤة غاية ما نأخذه منها إيه بشارة كويسة تطمني بس أن أنا على الطريق أو أنها تنبهني أن أنا مقصر في حاجة أو شيء من هذا لكن ما تدينيش علم جديد خد بالك لكن الأنبياء الرؤة المنامية عندهم وحي وأمر من الله لأنهم معصومون في نومهم عن الغفلة ومعصومون أيضا في نومهم عن تلاعب الشيطان ومعصومون في نومهم عن النفس الأمارة فهمت بقى وبالتالي ما يبقاش إيه رؤياهم فيها الحلم ولا الكبوس كلها بتبقى من الله حق فهمت بقى إزاي فيه دليل على أن الرؤية من النبوة وهي وحي من الله إذ أن أول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي إليه كان به بهذه الرؤية وقد صرح الشارع عليه السلام سيدنا رسول الله الشارع كان على لسانه بعد شكرا ساعات يقول لك إليه الشارع يعني الذي يشرع لأن قول النبي تشريع فهمت بقى وقد صرح الشارع عليه السلام بذلك في غير هذا الحديث وسيأتي الكلام على المرائي وما يتعلق بها والجمع بين متفقها ومختلفها ومجموع أحاديثها في موضعه من آخر الكتاب إن شاء الله هو آخر الكتاب هيجي أحاديث كتيرة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية المؤمن بشارة له وغير إزاي فهيكلمك على الرؤى وأنواعها الوجه الثاني قولوها مثل فلق الصبح يعني رؤى الأنبياء تبقى واضحة خالص كأن النهار طالع مش من الأخبطة دعومش الأخبطة في الرؤى فهمت بقى إزاي ووضحة المعاني مش محتاجها لحد يروح لحد يأولها له يعني واضحة نقطع الحروف واضحة خالص فهمت بقى هذه معنى مثل فلق الصبح يعني من الوضوح وعدم الالتباس واضح تريد بذلك صدق الرؤية وكيف كانت تخرج في الحين من غير تراخن ولا مهلة على قدر ما رأاه عليه السلام سواء بسواء ولقائل أن يقول لما عبرت عن صدق الرؤية بفلق الصبح ولم تعبر بغيره ليه قالت كلمة فلق الصبح بالذات وما قلتش رؤية واضحة وخلاص والجواب أن شمس النبوة كانت مبادئ أنوارها صحة المرأي وصدقها فما زال النور يتشعشع ويتسع ويبين حتى بدى شمسها وهو ما أنزل عليه من الهدى والفرقان فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق بما أنزل أنزل بكريا آمن وصدق ومن كان أعمى البصيرة كان خفاش زمان الرسالة والخفاش لا يرى في النور الشمس تستع وهو لا يرى شيئا فإن الخفاش يخرج بالليل ويتخبأ بالنهار لأنه لا يبصر مع ضوء الشمس شيئا وبقي الناس بين هتين المنزلتين يترددون كل منهم يبصر بقدر ما أعطيه من النور جعلنا الله ممن أجزل له من هذا النور وحسن الاتباع أوفر نصيب منه ولأجل هذه النسبة التي بين ابتداء النبوة وظهورها مع فلق الصبح وقعت العبارة به ولم تقع بغيره الوجه الثالث قولوها ثم حبب إليه الخلاء اللي هو العزلة بقى يعتزل على الناس يسمع عبادة التفكر والتدبر لأن الإنسان لما يبقى عن التشويش يبتدي بقى إيه يعني وجدانه يترتب ويبتدي تظهر الحكمة في ترتيب عقله وفي النظر والنبي صلى الله عليه وسلم اختار غار حراء ليه لأن غار حراء ده كان بيتحنس فيه جده عبد المطالب قبل كده ومحدش تحنس من ولعد عبد المطالب إلا النبي بعد عبد المطالب عبد المطالب كان كل ما يتعب عنده عيال كتير بقى وراجل شريف من شرفاء مكة وعنده مشاكل كتير كل ما يتعب من احتكاك بالناس يروح يهرب في غار حراء يعود له كده إيه فترة يستريح شوية من الناس فسيدنا رسول الله عارف إن الغار ده كان سيدنا عبد المطالب بيئه بيتحنس فيه ويعتزل للناس لما إيه يتعب من مشاغل الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه راح غار حراء وغار حراء فيه مزية تانية إنه هو في اتجاه الكعبة والنبي كان يحب يشوف الكعبة صلى الله عليه وسلم وغار حراء ده لما طلعناه زمان في السبعينيات قبل ما يبنوا المباني الشهيقة حوالين الكعبة الوقتي تحجو برؤية الكعبة واخد بقى كنت تشوف من سقب في الغار الكعبة مباشرة قدامك لكن بعد ما بانوا المباني الشهيقة دي خلاص حجبوا الكعبة للأسف فكان إيه غار حراء في اتجاه القبلة والنبي كان يحب ينظر للكعبة صلى الله عليه وسلم عشان كده بيقولك إيه ثم حببة إليه الخلاء يعني إيه حببة يعني جات له حاجة كده من نفسه بتوجيه رباني وإلهام رباني إنه يروح يقعد إيه في الخلوة دي يخلو بنفسه في المكان المبارك ده فيه دليل على أن الهداية منة ربانية لا بسبب من بشر ولا غيره لا عشان كده ربنا تملئ لك إيه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يبقى الهداية دي فضل من الله وتوفيق من الله فأنت تحمد ربك إن ربنا هداك وإن ربنا حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك كثير من غير المسلمين الإيمان غير محبب في قلبك وغير مزين له الطاعة ولو أمرته بس إنه هو يسلم يعني تحس إنك إنت بتنديه من مكان بعيد مستامح حاجة خاصة لأنه مش موفق مخزول لكن الإنسان الموفق ترى إيه بأقل إشارة يهتدي تهمت بقى فده توفيق الله عز وجل وعلى شك كده قال لك إيه إن الهداية منة ربانية لا بسبب من بشر ولا غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبل على هذا الخير ابتداء من غير أن يكون معه من يحرده على ذلك والخلوة كناية عن انفراد الإنسان بنفسه فحبب إليه عليه السلام أصل العبادة في شريعته وعمدتها لأنه عليه السلام قال الخلوة عبادة فالخلوة نفسها عبادة يعني البعد عن الناس غنيمة مش الناس يقول لك كده يعني غنيمة يعني إيه يعني ليه أجر والأجر يكونوا على عبادة تهمت بقى فكلمة الناس البعد عن الناس غنيمة دي معناه أن البعد عن الناس عبادة بتغنى من وقتك وتغنى من نفسك وتسترد إيه آآ تركيزك وتبر عن التشويش والارتباطات الكثيرة والحاجات دي كلها فالخلوة نفسها عبادة فإن زيد علي شيء من الطعات فلو خلوت في حد ذات عبادة ولو عملت عبادات كمان في الخلوة ذكرت ربك حفظت على صلواتك قرأت القرآن صليت على الحبيب صمت آآ يبقى بقى هو ده بقى التحنس التعبد بقى يبقى الخلوة صاحبها التعبد واخد بالك فالخلوة نفسها عبادة فإن زيد علي شيء من الطعات فهو التحنس ومعنى التحنس التعبد فهو نور على نور التحنس من حيث اللغة التاء دي سموها تاء الترك تاء الترك يعني ترك الحنس والحنس اللي هو ايه نقد العهد فتحنسه يعني ترك نقد العهد وانت عرف العهد الاول يوم ألست بربكم قلنا كلنا بلى فاعترفنا بربوبية مولانا سبحانه وتعالى وبالتالي التحنس هو ترك نقد العهد الاول يوم ألست بربكم فيتفكر في ملكوت السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا بطلة سبحانك فقنا عدب النار يبقى اسمها يبقى تاء الترك تهمت؟ الوجه الرابع قولها فكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه التحنس قد تقدم الكلام عليه وبقي هنا سؤال الكلام عليه قال لسه ايه لك التحنس بمعنى التعبد مش كده برضو فهو نور على نور نور الخلوة ونور العبادة في الخلوة ادي معنى نور على نور الخلوة حد ذاتها اتنور القلب وزودت النور ده بنور الطاعة كمان فهمت بقى؟ وبقي هنا سؤال وارد وهو ان يقال لما اختص عليه السلام بغار حراء وكان يخلو فيه ويتحنس به دون غير من الموادع ولم يبدله في طول تحنسي والجواب ان ذلك الغار له فضل زائد على غيره من قبل ان من فيه يكون منزويا مجموعا لتحنسي وهو مبصر بيت ربه وكمان مشوار ده انت عشان تطلع غير حراء ده في جبل غير معبد صعب عايز قوة بدنية فلما انت بقعد في حتة الصعود لها صعب الناس تكسل تجيه لك تقطع ليه خلوتك تهمت بقى ازاي؟ لان انت عاد في مكان صعب الارتقاء ليه تهمت؟ وكمان يبصر بيت ربي يعني يشوف الكعبة من خلاله وانت عارف ان النظر للكعبة عبادة النظر للكعبة الحد ذاته كده عبادة وسيدنا الرسول اللي قال النظر في وجه علي عبادة سيدنا علي كمان والنظر في المصحف عبادة تهمت ازاي؟ فتعرى والنظر في وجه الام والاب عبادة شفت كل يعني ممكن عشان كده احنا نقول ايه؟ التربية بالنظرة والعبادة بالنظر تهمت بقى؟ فكان له اجتماع سلاس عبادات وهي الخلوة والتحنس والنظر للكعبة شفت بقى كم عبادة دخلت؟ وجمع هذه الثلاثة اولى من الاكتصار على بعضها دون بعض وغيره من الاماكن ليس فيه ذلك المعنى فجمع له عليه السلام في المبادئ كل حسن بادي يبقى النبي طول عمره موفق ربنا يوفقه لأعلى حاجة لما يختار اي حاجة تبقى ايه؟ اعلى حاجة ولما يلمس اي حاجة تبقى اكمل حاجة ولما يتكلم يطلع اكمل كلام ولما يتصرف اكمل تصرف ولما يقول رأي اجمل رأي واصدق رأي وافصح رأي في امتباعها فالنبي في كل احواله موفق فهو اكثر الخلق توفيقا بتوفيق الله له صلى الله عليه وسلم الوجه الخامس قولها وهو التعبد الليالي ذوات العدد وهو التعبد تفسير منها للتحنس ما هو والليالي ذوات العدد تريد به كسرة الليالي يعني كان يعد ليالي متتالية يعني ذوات العدد تريد به كسرة الليال لان العدد على قسمين عدد قلة وعدد كسرة وبمجموع القلة والكسرة يكون فيه ليالي كثيرة فلذلك كانت عنه بذوات العدد اي مجموع اقسام العدد وهي جموع القلة والكسرة يعني احيانا يعد ايام كتيرة واحيانا يعد ايام قليلة فهذه معنى الليالي ذوات العدد ونقف عند هذا الوجه ونكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة بقية الوجوه على ما تأثر حتى ننتهي من هذا الحريص المبارك بإذن الله نفعنا الله سبحانه وتعالى بأنوار نبينا صلى الله سلم وأنفاسه الشريفة وسيرته المنيفة وأقواله العظيمة وجعله روحا لقلوبنا وقبلة لقلوبنا من جميع الوجوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته